السلام عليكم كيف دائرين لبسا عليكم أتمنى رب تكون أكلكم بخير وعلى خير ومناقصكم خير إن شاء الله مرحبا بكم الجديد وفيديو جديد بزعاف دي الأخوات اللي كيتلبوا مني لا تفاشر كمعنا يومياتك دي الصيام متقطع كان عتادر من قدرش كل نهار ولكن مني كتكون الفرصة علش الله هذا النهار ستشوفوا نهار معي دي الصيام متقطع شنو ندير فيه شنو ناكل فيه مهم بزعاف دي الحويج أول حاجة سنبدأ بها وهي أني فقط شوية بكرياد نهار قبل الوقت يعني قبل المعتاد فقط سنية مع الساعة باش نصيب لهم لك خيب الفطور في الحق ماشي أنا اللي صيبته وهذا صيبته لنا بالليل يعني ليلة قبل ودرتوه في تلاجة مني كي يبغيوا لك خيب في الصبح هذه الطريقة اللي كنديرها كان صيب لهم لابات بالليل وفي الصبح كان نوض غير كان طيبه هكا كي يجيني سهل وهي اللي صيبته في تغمو ميكس هكا منها باش تعلم ونخامه بيضها ولكن على الاقل عارف المقادير وتصيبوا باش تولف هنا فيه ثلاثة ديال البيضات 600 جرام ديال الحليب 250 جرام دقيق معلقة كبيرة ديال السكار 50 جرام ديال الزبدة وقبيصة ديال الملحة هاتش اللي قدرنا فيه خلطته بالتغمو ميكس ودرتوه في تلاجة أنا هنا يا فقس بكري صيبتو ليهم باش كملي كيفيقو كيشمو ريحة اللي كخاب كيجيو كيجريو الكوزينة المهم طبع الحالة يا خصي دارو ووري القهوة ديالي في الصبح بعدما شربت الماء والحامض ما صورتو ليكمش لانني كنت ملاهي معالي كخاب خفتمو لي تحرقو ذك الشيلاش القهوة كان شرب القهوة اللولو أنا كان طيب لهم بعدما فطروا بشو المدراسة خدمة شغلية ديال الدار وهنايا سأقوم بحث حصة ديال تقريبا اربع ساعة عشرين دقيقة ديال هذا الماشين قدمت تلفازة وكنت تفرج في الأخبار انه دا ما مقيت كنخرج بزاف مع الكنفينمو ومدام انني ممكن انخرج بزاف ضروري من الحركة يعني وخال حركة ديال الدار بالنسبة لهذا الماشين انا اخذتها من انترسبور بالنسبة لأخواتي ستقدروا تكمنديهم في انترنت وتمشي وتأخذوهم انا هنا سأقوم بحصة ديالي سأدوش سأخذ اول وجبة اختارت هذا النهار بحلف طور عادي لانه كي لبرد شوية وخا شميشة ولكن مهم لبرد وشميشة ماشي طريفة الخبز القمح الكامل بالخميرة البلدية لدي شوية ديال الزبدة كونفيتور ديال التشين والبرتقال سيبتوا في التغمو ميكس والقهوة هذه رأي القهوة الثالثة المهم فطور عادي بسيط انا كي عجبني مشي مرات مرة 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 نفطر بحلاكي كما قلت لكم وخاصة انا اكل من كل شيء كنوع وما كان حرام راسي حتى من شيء حاجة هنا بالنسبة لكارفو تشري باكيا أو باكيا غراتيو هنا بالنسبة للطون نفس الشيء كي تشري دو بوات وثالثة غراتيو كل بواتة فيها ثلاثة كي تقام رخيص بحل هكي تشري دو بواتة تشري دو بواتة وشتري دو بواتة وثالثة وثالثة تقام رخيصه لوبيا نفس الشيء ناقص 60% الثالثة وشتري دو بواتة حتى القهوة الماشين التي قلت قبلها كانت في الاستيال أولا لم أردتها في كارفور التي تريد حوائج يمكنك الماشينة كافية او الاسبيراتور يمكنك الهميزات نهار ثلاثة التي تريد تشري شيئا نهار ثلاثة يمكنك الهميزات بدون المخلق مغالفة 50% تشري واحد أو مواس 60% وعلي حسب هذا لكم جيد وكثيرت احضر كل هذه الجوة بما تصنيب المونتاج انتظروا فكروا أجد الزيت أو أخذت المترو و لم يكن هناك شيء واحد فيه و قلت طم يوم مع هذا الوابع هذا أحسن من أن أجدت شيء واحد يعني كتكون غير ستاسيون وحدة مكان انجليش كان بقى واقفة مكان قيس حتى في شيء حاجة المهم هنا قد ندخل الدار نديزان فكتير راسي و نقول لكم داك شريت أنا أخذت هذا القهوة ديالسنسيو كان يدرين 80 سنتيم تربحها في بواطة الأخرين ما كانوش بروموسيون كي ممكن لكم بروموسيون كانت كاملات لقد ندخل ديالسنسيو كانت في البروغرام إن شاء الله نشاركها معكم وخديث الكرموس والقرقاء هادو نديرهم في الخبز هنا خديث هادو لقالات دومايس ولا ديال الدرا فيهم الشوكولات زوينيو الوحدة فيها يمكن ستين سعر حرارية كي يعجبوني مرة مرة نفطر بيهم لي كان كون زربانا او الله كي يعجبوني نفطر بيهم هنا خديث كينجبير الباربا خديث الزبيب راجلي بغى الخبز ديال الكوكوت بالزبيب سنبدأ بيها غين سالي هادشين رجعوا من البلاستوم ونصيبوله عندنا نخالة ديال الافوان أو ديال الشوفان خديث هاد الباد دو فوي لينا لانه مني كتتمشي تدير الفيلو وسبور مع باباها في البرك كتجي واحد صخفة قال لي شحال مراكي يقولي بواراد كتطلع واحد طلعه كتجي صخفة القلب ديالك يبقى يضربوا هذا مهم توقع تديه معها وكهو خديث هادك القاتو ديال الاراجلي كي يعجبون بالنسبة لي انا اعجنت داك الخبز ديال الكوكوت قدرتو راني شاركتو معكم في القناة لا بغتش نطول عليكم الفيديو الوجبة الأولى او الثانية عفوان ديالي هي هادي قدرت شلادة علبة ديال الطون وابوثة ديال الطون شلادة خضراء ما طيشة بصلة كي يعجبني انا اما ندير التشين او الاناناس او المونج مع شلادة كي يعجبني نخلط فخوي وشلادة كتجي زوينة بزفدة شوي ديال زريعة القرعاء ليبيد غوجي المهم شلادة خفيفة لانني غادينا اكل معهم الوجبة الاخراء غادي ندير سومون لازيبيناغ والروز قلت غادينا اكل هاد شي انا يخفيف دابا وهكا تكون عندي الوجبة اللي زوينة تكون عندي الوجبة الاخيرة ان شاء الله هنا كلها ونشاركها معكم قبل هاد شي انا حددت كانت عندي شيكس وحددتها ودست خديت هنا باش نوريكم غير الاساس متقطع الحديدة والشغل الدار هنا خديت اتي سخون وخديت شوية قرقاء اللوز ونوازيت ونشارك 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 بالنسبة للسومون وغسلته كي يستقطر ودابا سوف نحيد من نوشه بهذه البنسة خاصة غير الحوت كي يجيني لحال سهل طيابه لا يريد بزف بزف البزار بشي غالي ونشارك 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 الزبدة في المقلاء ونجهد النار ونشارك ونشارك بيض ونشارك الرغوة البيضة ونشارك طياب نقص النار ونشارك ونضيف ونجهد ضوين ونشارك ونجد هكذا غير اضيف المدق ونشارك النار يظهر تبين الروز بالنسبة الروز بالنسبة الزبدة اشعرت الزيت في المقلاح وضع الكريمة السوجة كريم فخاش او القجدة الطارية لا يأكل الكريم فخاش او القجدة الطارية كريم فخاش او القجدة طريف السومون سأخذ السباني سأخذ روز سأخذ الخبز سأخذ طريف سأخذ الخبز السباب سأخذ الخبز سأخذ السباب سأخذ السباب السباب سأخذ غزال اشترككم في القناة سأخذ خبز في القناة سأتحسين الفيديو اشترككم على شكرا او لاب الكرموس بالشريحة او لا قلوا بالتعاليق وعلى الراس والعين شاركوا معكم انا سأخذ طريف صغير اللي قطعته في الأول هادك سأخذوه مع الوجبة ديالي ما كان حرمش راسي يعني مخاي يعني من بعد عار فرسي سيناكله ولكن هالطريف الصغير سيناكله هاد النهار هاده هما الوجبات ديالي يعني كان شاركت معكم هاد النهار الوجبات الاكثر يركزت عليهم وعلى اللي بخوموسيون باش تستفيدوا منهم اما الحوائج الاخرين يعني الميناج ولا الغوب باساج ولا ارى كل شيء يعرف يديروا ماشي فيديو ديال الميناج ولا الغوب باساج المهم الغزالة ديالي كان هاده هو نهارين تمنى انا ويكون عجبكم تكونوا استفتوا من الوجبات بالنسبة لي غدت سعرات الحرارية در هذا النهار هاد نهار خديت 1100 مهم تقريبا 1200 سعرات حرارية يعني كل نهار ونهار ونهار نهار كندير 1100 نهار 1200 نهار 800 على حسب شنو غدينا كل فدك النهار كانوا هاده هما الوجبات تمنى انكو تكونوا استفتوا منهم الى بغيت المزيد من هاد الفيديوهات معليكم اغير تكونوا عليه في التعاليق وقالي اغنقلكم تلا وفريوتكم تلا وصحتكم وطلقوا فيديو جاي ان شاء الله مع السلامة